ملفات كثيرة وعاجلة على طاولة مجلس القيادة الرئاسية ترتبط بمستجدات الأحداث داخل المحافظات المحررة أبرزها تهديدات الإرهاب وتحديات الملف الأمني التي تتطلب تماسكاً ومعالجات فورية وبعودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن والعمل من الداخل يعيش المواطنون لحظة زاهية بآمال الاستجابة لاحتياجاتهم الخدمية وكذلك في تحسين الواقع الاقتصادي الذي تنعكس منه ظروف حياتهم المعيشية ويمثل ملف كهرباء عدن إشكالاً دائماً بسبب نفاذ الوقود فيما يأمل أبناء العاصمة المؤقتة في حلول مستدامة تعمل على حل المشكلة من جذورها بدلاً من المعالجات الآنية وترحيل المشكلة عبر تدخلات ترقيعية غير قابلة للاستمرار وخلال فترة الغياب التي دامت نحو شهرين شهدت عدن ومحافظات الجوار بعضاً من الاهتزازات الأمنية الناجمة عن تجاوزات مخلة بالاستقرار كالاعتقالات اللاقانونية وقمع التظاهرات الحقوقية السلمية الأمر الذي يضع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة الاختلالات الحادثة بحزم ومسؤولية لتكون عدن الأنموذج المعبر عن هيبة الدولة وواجهة الحضور الرسمي الفعال على كل الأصعد وكل جهد يصب في هذا الاتجاه إنما يخدم مشروع استعادة الدولة من خلال تفاعل كافة مؤسستها الرسمية وتلمسها لواقع الحياة العامة واحتياجتها المحلية من أرض المعايشة الفعالية لها ترجمة نانسي قنقر